واحدة بتقول ايه سائلة بتقول ايه السلام عليكم يا مولانا الشيخ محمد وعليك السلام لو سمحت احنا عايشين في رعب يا ساتر يا رب لان واحد قتل واحد والحكومة جات خدت القاتل والمقتول فهل في للمقتول فعلا عفريت لان بيحصل خيالات لبعضنا زي اللي حصل بالزبط يعني زي الموضوع الجريمة ما حصلت بيبقوا يعني في الوقت ما عرفش هو الوقت ايه انت طبعا المهم بيشوفوا ايه كأن في الموضوع بيحصل تاني قدامهم اولا كلمة عفريت موجودة في عالم الجن وده مش كلامي عشان محدش يعلق ويستزرف عايز اقوله ان في القرآن وقال عفريت من الجن يبقى هنا كلمة عفريت موجود طب يعمل ايه العفريت بقى اللي هو بيعمل حاجات زائدة شوية يعني زي العائل الشائي شوية يقوه يشوف ببنى ادم جاي من بعيد ده عارف ان كان فيه هنا قتيل وجاي مرعوب زي ما هي بتقوله خايف يقوم يخيلها او يخيله او مش عارف فيقعد ايه البنى ادم يجري ومش عارف ايه يبقى هنا استهزأ وديحك على مين على الانسان طب انا عايز اضحك عليه انا عايز العلاج مش عايز الكلمتين اللي تقالوا انا عايز اقول كل انسان يقرأ اية الكرسي يحجب الله بينه وبين الجن على الاطلاق بين الشيطان على الاطلاق وآية الكرسي في القرآن هبة من الله